خصخصة فيها فساد لكنهم من خارج المطبخ فبيل فاتو ناصر أنا بقى ما كنتش متخيل بقى بغاية أما عوينت عضو اللجنة وقالوا عن بيع وفجأت بصلاحة أنا مش هقول التفاصيل برضو لأنها قيلت كثيرا لكن أنا لازم أجاوب على سؤال حضرتك أنا فجأت بممتال بساطة توجيهات بأن هذه الشركة ستطلح للبيع ده أكيد من المبدأ أنها تتباع ومش تتباعش دي يختلف فيها الأراء يعني ممكن مش مشكلة لكن الحسان ما العام لا يمكن أنا شخصيا على فكرة من المؤيدين أن شركات التجارة الداخلية الدولة ترفع إطاعة عنها يعني هذا نشاط مش استراتيجي والقطاع الخاص من مصر يستطيع أن ينافس ويقصر وكده لكن ما العام في النهاية فالتوجيهات علني كده أنه للجنة أنه يعني نعصر ما هي نقلا عن الدكتور محمود موحيدين نزيل استثمار أنه بس من خلال رئيس شركة القبضة الرئاس اللجل يعني أن الحط نفسنا مكان المشتري إحنا البايع حط نفسنا مكان المشتري لكن المهم إحنا مش لجنة مش واحد إحنا حوالي 15 واحد في النهاية عمر فاندي أهو مرة أشوف حدني فيها حاجة أقول حط نفسي مكان المشتري كان تحدث في مصر أمور لم يسمع بها أحد من أهل الأرض هذه من ضمن الأمور يعني فساعتها أنا أعطف لجنة أنا مش لوحدي وأنت عارفة الثقافة يمكن أنت مشتغلتيش حكومة لكن الثقافة استغلت فترة صغيرة طيب الحمد لله بنعافك الثقافة العامة المنتشرة أن الرئيس وأنا مسكت الرئيس كذا مرة أنا على الفكرة رئيس مؤسس بس أنا أعلم هذا نصف إله بمعنى حتى لو هو مش عايز يبقى الثقافة كده الناس حضرتك إذا التفت يميناً حتى جاءت الكل بيلتفت يميناً فالتوجهات الشفوية دي تحولت إلى واقع تقديري أن القيمة الحقيقية كانت لا تقل عن ثلاثة مليار جنيه وقتها لكن الناس عصروا فعلاً غيرتها مصد حوالي ألف وثلاثمائة مليون فإذا بهذه الألف وثلاثمائة مليون كمان أمال إيه ما تعجبش من ثلاثة مليار ده لسل اللي جاي ألعب فلما عرضت على الوزير الوزير يعني صار وقال لا كده مش هيتباع لأن فيه مشتري وحيد وهذا غلط حتى القانون عارض خمسمائة مليون يعني جنيه فبقى المطلوب أن إحنا في النهاية نقلل أو نوافق على تغفيد القيمة إلى ربعمائة وخمسين فقط خد بالك القيمة الحقيقية تتعدى توقيت المليار عشان لما تيجي الدولة تبيح بخمسمائة يبان قدام الناس إنها كسبانة كمان عشرة في المية ولا أحد منها ما لك يعرف من ثلاثة مليار لرutعمائة وفنت أنا وقتها أنا في الأول وهذا يمكن أعلنه بأول مرة أنا تقدمت ببلاغ في الأول سخرة الله وربنا في أغلب الأحوال بيوربيني رؤية يعني ست أضعاف يعني أنتو بعتوها بالست بلست uh لأ فقدمت ببلاغ هيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة محترمة جدا ولكنها في النهاية تابعة لرئاس مجلس الوزراء كانت كل الأجهزة رقبية غير مستقلة فأنا اتضح لهم مرأبين الموضوع ووافقوني على أنها جريمة ولكن قيل لي أنها لو تحولت إلى قضية أنت ستبقى في الأمان لأن تبلغت فأنا بمنتهى البراءة سألت وهم زملاء هو طب مدام هي جريمة ممكن لا تتحول للقضاء ففهمت أنه ممكن إذا كان المتهم في العهد الباقي شخصية ذات حيثية سياسية وزير قوي أو أخوزي قوي فأنا فعلا فبيستأذنه رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية فإذا لم يؤذن تتحط في الدرج إلى أن يأتي وقتها أو لا يأتي أبدا أنا بعد حوال 4 أو 5 أيام تأكدت أنها قفزت في الدرج فأنا كان ممكن أرضى بهذا أخنع نفسي بأنه كده لكن أنا دائما على مكتبي يفتح كده مكتوب عليها ماذا تقول لربك غدا تعال سيدنا عمر فأنا تخيلت أن غدا دي للادي وتخيلت المشهد سألنا الله لماذا اكتفيت بإبلغ رقابة الإدرياء وإبلغ رقابة الإدرياء حلو السري يعني أنا بدأ أي مواطن يرى فسادي بلغ رقابة الإدرياء من ناس كويسين وحاق ولن يضار لكن أنا قلت ربنا سيسألني طيب أنت كتفيت بإبلغهم سرا ولم تبلغ 80 مليون ملاك عمر فامدي وجدت الإجابة لنتخرج عن إجابتين يا إما حقول لأني خوفا من مناصب أنا مرشح لها تضيع مني أو خوفا من أزى يلحق بيها وإسرتي فوجدت الإجابتين بصراحة ما ينفعوش مع ربنا فاستخرت الله وعملت الجلسة مع أسرتي وأبلغت الرأي العام واللك عمر فامدي من خالب بلاغي وما ظنه الكثيرون أزى طوال هذه الفترة زي ما بقول حضرك بالعكس أنا بعتبر يعني إيه أزى مالي يعني يعني إيه تأخر وظيفي في النهاية لا شيء يساوي أن الإنسان ينام وهو مرتاح الضمير ولا شيء يساوي أن مواطن يقابلني أنا معرفوش ياخذني بالحضن ولا اعتزاز أبناء بي فضلا أنني هذا البلاغ قدم أوراق اعتمادي للشعب المصري وألقى به في قلب الحركة الوطنية المصري مش كده إخوات اللي أنا تدفقت بهم كل أسماء الجميلة دول اللي هم أفضل من رفقاء الحكومة الذين جابوا نوعا أن هم يقولوا قولة الحق أنا أعتز بكل الأسماء الجميلة دي اللي على راسي كلها والحمد لله ربنا أكرمني ودخلت بقى في عملنا لالي بيع مصر أيوة حركة لالي بيع مصر ونجحنا في إفشال بيع بنك القاهرة وإفشال بيع طبعا مش أنا وإنما الأخوة جميعا يعني يعني في بيع أرض جامعة اسكندرية الأساس اسكندرية بصراحة يعني دكتور سباخي وغلافه دكتور عجل المصطفى ومحامين جمال يا صلاح الصادق وعصم سلطانه وعصم الإسلامبولي وخالد علي الحبيبي ده اللي كان معاكي المرتلشة حينافسني زي بعض زي بعض فترة جميلة جدا وانتصرنا انتصرنا حضرتك الحمد لله يعني الحلم أصبح حقيقة وشوفنا آية من آيات الله على الأرض الثروة المصرية الحقيقة دخلت بقى في معاية الصوار والحركات الثورية بس السؤال هو كانوا هيبيوا مصر كلها مصر ليست فقط الأصول وانما مصر الضور وانا من اللحظة الأولى اكتشفت بقى ان القصة ليست بيع شركة وانما القصة استبداد ليس فساد وانما الاستبداد لانا الاستبداد الذي يسمح لشخص ما ان شاء الله ملاك طالما لا يراجعه أحد ولا يراقبه أحد ولا يحاسبه أحد لازم حيفسد فهذه المشكلة انه لم يكن هناك مجل الشعب حقيقي لم يكن هناك حساب حقيقي والوحيد الذي لا يسأل عما يفعل هو الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء أخذوا هذه الصفة واختصوا بها أنفسهم فعشان كده كانت حربنا ليست ضد الخصخصة فحقيقة وإنما ضد الاستبداد وكننا بنقول ان احنا بنجاهد كان فينا ناس مؤمنين بالخصخصة لكن بيقولوا ما يحدث لا يمطل أي نظرية بالصلة نحن نجاهد من إيقاف هذا النزيف إلى أن تعود مصر إلى أصحابها بيع ممتلكات الشعب المصري بالبخص بالطريقة مش بسهران فندي بقول لحضرتك الدكتورة حمد سيد نجار الدكتورة عدد فاروق لما كانوا معنا الأسبوع الماضي الحقيقة الأرقام مذهلة في أرقام مهولة ومشاريع راحت كده إزاي بقى حضرتك وإنت تترشح للقوة إيه خطتك لاسترجاع أمجاد مصر لاسترجاع صناعة مصر لاسترجاع زراعة مصر لاسترجاع المؤسسات الدولة والدفع بيها للقوة إزاي نقدر نرجع مصر مصر اللي تسرقت ما بين إيدينا وتسرسبت من بين إيدينا أولا أن البرنامج بتاعي أنا بفرق برضو يعني في بيحصل خلطة عند الناس ما بين برنامج رئاسي وبين برنامج تنفيذي للوزارة معينة يعني بلاحظ أغلب المرشحين بيدخلوا في تفاصيل مشاريع الكل متفق عليها يعني نحول سيناء إلى كلام كله يقول سيناء إلى محافظة مليونية لكي تكون حائط صد لمصر نحول الساحل الشمالي نزل على 400 ألف فدان بماء المطر كل هذا جميل لكن أنا بقول البرامج الرئاسية يعني أوباما أو ساركوزي أو بوتين أو كده بيتكلم على اتجاهات معينة رؤية معينة لكن بالإضافة لكده أنا أعتقد أن المرشح نفسه مكون أصيل من مكونات برنامجها بمعنى أن أخوي العزيز حمدين لم عامل برنامج ممكن أي واحد ماشي في الشارع ياخد برنامج حمدين ويروح حاطط عليه اسم مسلا العبد السميع عبد المشعرف إيه لكن يبقى إيه لما حمدين يقول البعد العروبي لمصر وكده نحن نعلم من هو حمدين حمدين معبر عن برنامج وبصمته وبصمته وعشان كده أرجو الناس تضخخ لكن أنا أرجع تاني البرنامج هايف قلت يعني فيه مقارات أن لك رأي أنه البرامج الانتخابية كلها زي بعضا ما فيش فارق فيه ناس بتوعد ما فيش يعني ما فيش جمرك على الكلام أزم بيقوله لكن أنا لا قاعد الشعب المصري بهذه الوعود الوردية وإنما ما عندي تعني أشاء كثيرة معناه إحنا مع بعض مصر في حالة بلا شك غير طيبة مش نتيجة هذا العام وإنما نتيجة تاركة فشل امتدت 30 سنة الناس لازم تفهم الحقيقة دي لازم يبقى مش نتيجة الثورة ولا نتيجة عاجة الانتاج نتيجة 30 سنة من التجريف تمام وأنا مستهدفي أن نعيد مصر الدولة دي سريعا لأن مصر لم يبقى فيها من مؤسسات الدولة المتماسكة غير 3-4 مؤسسات اللي هي القوات المسلحة القضاء والسلك الدبلوماسي إلى بعض التحفظات طبعا لكن تظل هذه مؤسسات موجودة احنا عايزين نرجحها دولة دولة عادي يعني فيها مدارس فيها طلبة مش كده؟ في الدنيا كلها المدارس فيها طلبة احنا الوحيدة اللي فيها مدرسة لكن ممكن تلاقي فيهم درسين بس ما فيش طلاب ويبقى فيها تاكسي بأعداد محترم زي دولة عادية دولة دي احنا رجحها بسرعة لان احنا شعب متحضر ثم نتحول الخطوة التالية بسرعة بقى نبدأ نحط رجلنا على دولة عزمة لكن انا قبل ما اتكلم بسرعة على عنوين البرنامج طبعا فيه بعد اقتصادي اقتصاد عادل ومنتج عادل تحتها حاجات ومنتج تحتها حاجات لكن بقول ده عشان اطبقه محتاج موارد وإلا حابق ابضحك على الناس الموارد دي بقول انه في اول ست شهور يجب اجراءات عاجلة لتحقيق لضخ بعض الموارد عشان نبدأ نحقق هذه المستهدافة اللي حقول عليها اجراءات العاجلة دي ألخصها في اربع اجراءات اول حاجة تشجيع وكل كلمة لها معنا تشجيع غير محدود للإستثمار الإنتاجي المخطط مع افضلية للمصريين سوى المصريين مقيمين او خارجين لكن مرحبا باي استثمار طبعا ما اقول انتاجي اقصد انتاجي ومخطط لان احنا بنبني على خراية قريدي موجودة في هيئة الاستثمار بس تطور يعني ده يجي ازاي اللي هي تشجيع هذا الاستثمار عشان ما يبقاش كلام بس بعدة اجراءات اول حاجة استقرار امني استقرار امني يأتي قعد بانه في اول اسبوع اول اسبوع اول اسبوع تطبيق صارم ايه واعرف افرق ومن يريد انه هكذا انتخبني اللي مش عايز انتخبنيش عادي يبقى يراحني لكن تطبيق صارم للقانون وفي نفس الاسبوع سأحيل مشاريع قوانين للبرلمان المنتخب يعني تطبيق صارم للقانون ايه يعني القانون يجرم قطع الطرق ايه ويجرم ناس بطيق على الطريق اعمل فيهم ايه بيقول لك اعتصام ماشي اه اه عندهم مطال وقتعين الطريق وحطين الشجر والكويت يفض 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 وبالتدريج لغاية استخدام القوة لغاية استخدام القوة اه طبعا طبعا من يريدني هكذا ينتخبني اللي مش عايزني ما ينتخبنيش بس حبقى ابرأتي زمتي امام الله سبحانه وتعالى ان انا عرضت نفسي على مصر ومصر ما اخترتنيش خلاص عشان بس ربق يعني لا احاسب لكن انا مش حقصر عفوا يعني انا او جامل عشان صوت ده الدنيا قامت وقعدت لما عصام شرف عمل قانون منع الاعتصاب الدنيا قامت ما عادت لا لا ما فيش حاجة اولا انا ما فيش حاجة ما منع الاعتصاب الاعتصام انا بكلم على ايه الاعتصام حق ولكن له شروط اه له شروط ايو وما الدنيا كلها بتعتصر ودرجات الاعتصام مختلفة في دول الاعتصام عبارة عن ساعة زي اليابان كده لابس شارة سودة وبيرجعين تكتاني احنا ما منقولش كاته لكن الاعتصام له اصول ابسطها حريتي تنتهي عند حريات الاخرين يعني هذا كلام وهذا انا يعني انا برده مش هاد يعمل احتل منطقة ايو طيب يبقى اول حاجة تطبيق صار من القانون القوانين المتاحة حاليا تمنع مثل هذا الادهاي كل ما يحدث هذا او اغلبه اجراءات غير قانونية هل القانون المصري الحالي يسمح اعتصام ولا غير حصام باخذ رهائن اجانب يعني ازاي يعني شركة مش عارف مجموعة عايزة تزود مرتباتها عايزة احيانا بقولك مطالب غير مشروع انه عايز يسبت نفسه او انه كذا او يسبت عياله يعينهم في الشركة فيقفل المصنع اللي هو مش ملكه ده ملك 85 مليون مصري وبعدين مش كده وبس يروح يلاقي في خبر اجانب 8 اطاليين و 2 اسبان يحصرهم فييجي مندوب الصفارة الاسباني يسأل على الناس فيحول المضوع قصة تانية يقولوا لا احنا مش هنفرج على اتنين بتوعك الا اذا رجعتلنا حسين سالم ايه ما هذا الخلط وما هذا الابتزال ها للامور الوطنية والامور السورية هذا لا يليق بالمرة وانا لا اقبله فيبقى اول اسبوع تطبيق صارم للقانون الموجود وفي نفس الوقت سأحيل مشاريع بقوانين لتغليز العقوبات على جرائم بعينها مثل قطع الطرق قطع السكة الحديد تثبيت الناس والسلسارة العربية وخطف الأطفال وحمل سلاح غير مرخص كل هذا طبعا بالاضاءة حمل الاسلحة البدء اه اه طبعا وفيه اجراءات عاجلة وبعضها آجلة لعادة هيك يعني دمعنا حدثة انت شايف ان فيه لغاية هذه اللحظة نوع من التسيب ويعني سايبين الحبل على الغارة اه لان اللي بيقود البلد فلا بود من السراء لان اللي بيقود البلد يعني زي ما تقولي هم مش صور محترمين كل حاجة لكن مش صور يعني بيتخضوا لاحسن يتهموا بعدم السورية انا لا يزاد علي احد انا اي حد اه انا اي حد هيتكلم لأ انا قبلك في الميدان وقت ان كنت اخرص انا كنت باتكلم وبتحمل وقوزة قبلها بخمس سنين فطيب الحاجة التانية يأتي الاستثمار ليس فقط باستقرار امني وانما باستقرار ديمقراطي الاستثمار الجاد يتدفق على الدول المستقرة ديمقراطيا ولكن الدول المستقرة استبداديا استثمار فاسد فقط زي اللي كان بييجي او معظمه اللي هو بيجي في دول استبداديا لا احنا دي تلقائيا بيتحقق لانه بانتخاب الرئيس حيبقى حلقة احنا كنا دولة مستقرة استبداديا يعني شكلنا كده مستقرة بس استبداديا مش وقعيا حتى المستثمار الجاد كان بيتطر غصبا عنه ويدفع تكلفة فساد وكان بيعاني تكلفة فساد اه طبعا طبعا هذا الجاد كما بالجل فاسد اه طبعا لكن احنا تاني حاجة تجزب الاستثماراتي غير الاستقلال الامني السريع الاستقلال الديمقراطي هي اريدي هيكون تحقق بانتخاب جزء كبير جدا منه باكتمال الحلقة بانتخاب رئيس اه فضلا عن انه لازم برضو بسرعة حا ان لم يكن كان انتهى وقتا يعني اشرف بالرئاسة اقرار قانون استقلال القضاء سأتقدم به واعمل على اقراره سريعا لان برضو استقلال القضاء بيعمل استقرار ويشجل استثمارات من ضمن الاجراءات العجلة دمج سريع للمصريين في الخارج ليس بمنطق اللي تعودنا عليه انه هم مصدر للهبات والصدقات وانما هم مش فقط اموال هم اشياء اخرى هؤلاء علماء يا جماعة دي مصر وهلاء سفراءنا وهلاء كل شيء مصريين في الخارج بنك حولوا الفلوس اه دي جب الحاجة الاخيرة بسرعة كده الدم يعني ايه تطعيم جهود الحكومية لاسترداد الاموال المنهوبة بالجهود الشعبية اخواتنا الدكتور محمد محسوب الدكتور العظيم حسام عيسى طبعا ودول ندخل جهود ومالجهود الحكومية يمكن نقدر نجيب شوية من اللي تنهب في الفترة الاولانية دي بدي اجراءات سريعة ضخ الاستثمار بيشجب الاجراءات دي تاني حاجة قوي انه في اسبوع هرجع لكم الامن صارم لازم لازم الحاجة التانية برضو في الاجراءات العجلة مصلحة بين الثواري وانفسهم وانا اعتقد انني مؤهل لهذا لانني على علاقة طيبة مع الجميع وطبعا في صحيفة رح تكتبه من شت انا ما قلتوش انا لبرالي يساري مش عارف اسلامي عسكري ايه يعني انا ما قلتش كده لكن ماشي يعني انا على علاقة كل حق فيك حاجة يعني حتة من كل اه وهم فيهم حتة مني وعلاقة احترام ومساحة اتفاق واختلاف تسمح بانني انقض الجميع طبعا ساعتها ابقى بكلمهم من موقع رئيس جمهورية تواقق بقى احا تكلمنا من موقع رئيس جمهورية فالقدر على المصلحة لا لا اكتر ده الاول مصلحة بيننا وبين انفسنا الصور ثم انا ارى ما عندي معناه خلاص يعني ايه ما نبصش لورا كتير كفاية الماضي اخذ منا عاما باكمله مبلاش نكلم في الماضي اه عايزين نبص القدام شوية انا تكلم ده مهمة جدا اه وحاختلف معاك اه اه ما معنى كلامي لازم اوضحه